فارس الذي لا يهدن الشر عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مجال للسر ضوء لمع وسط المدينة جلبنا أنظر ما نعدينا أهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية وأخيرا وبعد طول انتظار مرة طويل وصل فيلم The Batman إلى صلاة السينما ولكن لا تزعل عزيزي الوجيه إذا ما عندك سينما ترك كلها 45 يوم وراح يتوفر بنسخ رقمية عالية الجودة وتقدر تشوفه من البيت فلو ما عندك سينما لا تستعجل وتروح تشوفه بجودات رخيصة ولو عندك سينما يفضل تشوفه في أفضل تجربة سينمائية أو أفضل شاشة موجودة في مدينتك لأن الفيلم من الناحية البصرية يطلب أفضل شاشة وأفضل تقنيات ممكن تشوف فيها الفيلم اشترك لي في القناة عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيه لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيات عشان تصلكم فيديوهاتي أول بأول ولو أعجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك لأنه مرة مهمة بيساعدني كثير غير كذا وربطوا لحزامك وربطي لحزامك ويلا بينا نتكلم عن فيلم The Batman I'm vengeance للأمانة يا جماعة الفيلم جدا جدا مظلم وتعيس وسوداوي وكئيب تدخل الفيلم وانت منفس تخرج وانت منفس وهذه هي هوية DC السينمائية اللي جالسين يحاولون يبنونها DC Warner Brothers من زمان لما حاولوا يشطحوا شوية كوميديا ومن يعرفيش يجابوا أم العيد ولكن لما بدأوا يركزوا على السوداوية في عالم DC السينمائي بدأت تتضح ملامح مميزة وفريدة من نوعها لعالم DC وفي هذا الفيلم للأمانة يمكن شفنا أتعس وأكثر فيلم سوداوي في عالم DC وبأحلى سينماتوغرافي وموسيقى تصويرية مميزة للغاية شوفوا يا جماعة باتمان من أكثر الشخصيات تقريبا اللي شفنا لها ممثلين أو نسخ كثيرة كل فترة يطلع شخص جديد ويقدم شخصية باتمان وهذا الشي ما هو غلط أبدا ما هو غلط بالعكس حاجة حلوة ولكن إذا أنت راح تقدم لي الشخصية بشكل منطقي ويليق بفخامتها احنا نتكلم عن مين؟ عن The Bad Man فيلم The Bad Man أقدر أقولها بالفم المليان وبكل بساطة هو أفضل فيلم باتمان شفناه من بعد ثلاثية فارس الظلام أو The Dark Knight مش أفضل باتمان أفضل باتمان ونجهة نظره هو بن أفليك ولكن اتكلم عن أفضل فيلم باتمان بعد ثلاثية The Dark Knight الخاصة بكريستفور نولن هو هذا الفيلم ولو في خطيئة أو عزاء وحيد لدي سي وارنر براثرز هو إنهم سمحوا لكريستفور نولن إنه يسوي ثلاثية The Dark Knight ماني جالسة أنتقد ولنجالسة حكم أقصد لما سمحوا لكريستفور نولن إنه يسوي ثلاثية جدا عظيمة وأسطورية زي كذا فهم قفلوا ملفات أي فيلم باتمان جديد ممكن يجي بعد هذه الثلاثية وأتوقع من الصعب وشبه مستحيل إننا نشوف شي بنفس قوة ثلاثية The Dark Knight مرة صعب كريستفور نولن قفل أم الملفات عليهم لشخصية باتمان كريستفور نولن ما ترك أي مجال لناس بعد أنهم يحاولوا يخرجوا شيء أفضل من اللي هو قدمه لشخصية باتمان شوفوا أنا ضد المقارنات وقلت هذا الكلام كثير بس متى لما تكون المقارنة بين عملين مختلفين زي اللي جونك يقولوا لك إيش أفضل Breaking Bad ولا Game of Thrones مقارنة ما لها أي وجود إيش ذا ليش أقارم بين Breaking Bad و Game of Thrones عالمين مختلفين تماما ولكن لما تكون المقارنة لنفس الشخصية والنفس العالم ممكن صناع الفيلم يستفيدون من هذه المقارنات ويعرفون نقاط القوة والضعف عندهم على كل حال قبل ما نبدأ المراجعة أحب أقول لكم أنه يب راح يكون في حرق على الخفيف حرق لا والله في حرق الأفضل أنه إيش أفقى إذا ما تابعت الفيلم روح تابعه وبعدين يرجع كمل المراجعة ويحب إذا تترك لنا لايك يعني إيش علشان تساهم في نشر الفيديو طب هل الفيلم يستهل المتابعة ولا ما يستهل المتابعة يب يستهل المتابعة ولكن اعمل حسابك أنه الفيلم مدة ثلاث ساعات يعني يحتاج أنك تاكل كويس قبل الفيلم وتدخل الله يكرمكم دورة المياه قبلها لأنه ثلاث ساعات إذا دخلت وانت شفيك شوية موية حتتفاجأ في نصف الفيلم أنك قاعد تشكشك محلك طيب يا جماعة يعود لنا باتمان في عالم جديد تم بناؤه من الصفر مش من الصفر بمعنى الصفر ولكن يعني عالم جديد بشخصيات جديدة وبقصة وبداية جديدة بمعنى آخر يعني هذا الفيلم إذا تابعته ما يحتاج تتابع أي شي قبله خش عليها مباشرة تقدر تبدأ حقبة جديدة معه مباشرة يمكن متابعين مسلسل غوثم راح يتعرفون على أشياء كثيرة داخل هذا الفيلم والناس اللي تابعوا أعمال سابق العالم دي سي بشكل عام ولكن متابعين مسلسل غوثم راح يلاحظون أنه الفيلم مرة قريب لهم لأنه مرة يشبه عالم غوثم أو مسلسل غوثم بشكل مرة كبير لأنه في شخصية البطريق وفي شخصية ذريدلر وكات وومن وبعض التفاصيل البسيطة في مدينة غوثم باتمان في هذا الفيلم يا جماعة ما زال في بداياته بمعنى أنه لسه الناس ما تثق فيه الناس ما يعرفون مين هو الناس تناديها فينجينس أو الانتقام أو المنتقل وفي ناس يناديه شيف وفي ناس يناديه غريب الأطوار أو الفريق ما في أحد يناديه باتمان إلا أعداد بسيطة داخل المدينة حتى أنه علاقته مع الشرطة والحكومة جدا جدا سيئة وما يبغولوا ريحة بل أنه الحكومة ما تثق فيه ويشوفون أنه مجرد مهرج وشخص غريب أطوار وغريب المظهر لا أكثر عدا المحقق جوردن طبعا واللي كان حلقة الوصل واللي سمح لباتمان أنه يتدخل في بعض القضايا ويساعد فيها وبالحديث يا جماعة عن الشخصيات خلونا نبدأ بالمحقق جوردن اللي هو مؤدي شخصية الممثل جوفري للأمانة ما كان اختيار جيد مرة ما كان اختيار جيد كان في خيالات أفضل ما أدري من ممكن يكون أفضل أو ليش الممثل نفسه هذا ما قدمت دور بشكل ممتاز لأنه كل اللي شفته من هذا الممثل أنه قاعد يقدم لي شخصية برنارد من عالم وستورد ما أنا قادر أتخيله إلا بذاك الشكل حاول جبتها يمين جبتها يساري أبوي هذا برنارد من عالم موازي وجاء دخل مدينة غوث واللي عارفين مسلسل وستورد راح يتفقوا معايا يمكن من نسبة كبيرة عموما وسط الفساد اللي حاصل في مدينة غوثم يبدأ باتمان يواجه الكثير من الألغاز اللي يحطها ما بين يديه ذريدلر واللي بالمناسبة وبالحديث عن الشخصيات هو أفضل شخصية كانت داخل الفيلم من ناحية الأداء الصوتي ومن ناحية تسيده للشر بالرغم من أنه أقل شخصية ظهرت في الفيلم بشكل مباشر أو باشتباك مباشر مع باتمان مرة مرة حبيت شخصية ذريدلر وآداء الممثل كان مرة رهيب البطريق أو The Penguin توقعت أنه بيكون له نصيب مرة كبير في هذا الفيلم كوني شفته في الإعلان يعني كذا مركزين عليه الكاميرا وأكثر من مرة يجيبوه فتوقعت أنه بيكون كذا فيلين رئيسي داخل الفيلم ولكن اتضح أنه مجرد أضحوكة ومسخرة يعني بالرغم من أنه كبير في السن ما احنا ما نتكلم عن The Penguin في بداياته لما كان صغير زي في مسلسل غوثم لا نتكلم عن The Penguin اللي تطور وبنى نفسه وأسس نفسه فكنت متوقع أن يشوفه بهيبة أكثر من كذا ولكن طلع ما في أي هيبة ومضحكة ومسخرة وحاجة تحزن صراحة برضه من ناحية الممثل نفسه أنه توقعت في البداية أنه Colin أوف Colin ترى الممثل مرة رهيب مرة بطل وشي ما هو طبيعي ولكن بعد ما شفت حضوره وأداءه داخل الفيلم أحب أقول لكم أنه لا أوكي شكلك كبطريق ميك أب كشكل ممتاز بس أداءك وقصتك وبناء شخصيتك جوة العالم هذا كانت مرة عادية وجوده حرفياً ما كان له أي لزمة كذا يعني حرفياً لو استبعدوه وجابوا أي شخصية ثانية بداله وكانت بتمشي الأمور ستوقع أنهم حطوه برضو علشان إيش مستقبل الشخصية في هذا العالم الجديد علشان كذا اسمحوا لي أقارن مقارنة بسيطة البطريق اللي في مسلسل غوثم أفضل بكثير وبمراحل من البطريق المتواضع اللي شفناه في هذا الفيلم بعد كذا عندنا شخصية كات وومن أنا لما شفت أول تريلر للفيلم للأمانة كنت متخوف قاعد يقول يا ولد البنت هذه بتزبط الدور ولا ما بتزبط هل رح تنجح ولا تفشل ولكن اتفاجأت لا والله البنت قدمت دور كويس مو جيد ولا ممتاز ولا عظيم لا دور كويس يمشي الحل وتعرفنا على جزء بسيط من ماضيها ونشأتها داخل مدينة قوثم وما أخفيكم للأمانة في بعض المشاهد للبنت هذه كانت مرة مستفزة مرة مستفزة كم؟ ما نعرف كات وومن اللي في دارك نايت وكات وومن اللي في مسلسل كوثم فى يب الكل شخصية عادة طريقة في تقديمها ولكن اللامانة كانت مستفزة في بعض المشاهد فاضلا عنه المشاهد القتالية تابعها جدا عادية ما في اي شي مبتكر تابع المشاهد القتالي ويخلص عادي ما فيش اي رياكشن أما بالنسبة للممثل أندي واللي قدم شخصية ألفريد أو الخادم تابع عائلة وين المثل جدا ممتاز واختيارهم للممثل جدا ممتاز وتجسيد الممثل للدور كان برضه جدا ممتاز بالرغم من أنه ما كان فيه له ظهور كثير في الفيلم وهذه ما هي من عواية آلفريد أوكي هو ما هو شخصية رئيسية هو زي التابع لباتمان أو زي الخادم أو المساعد لباتمان بس حسيت أني كنت أبغى أشوفه أكثر أبغى أشوفه كده يتدخل في عالم باتمان أو في شخصية باتمان أو في شغل باتمان بشكل أكبر ولكن الممثل تجسيده تقديمه للدور كان مرة ممتاز وأخيرا والمهم يا جماعة هو روبرت باتنسون وشخصية باتمان الشاب توقع هذه أصغر نسخة شفناها لباتمان مش لبروس وين أنا ما أعرف إذا بروس وين تحول إلى باتمان في فيلم غوثم ولا لا لأننا تابعت جزء كده من المسلسل يمكن موسمين أو ثلاثة وقفت ولا أدريش اللي صار في مسلسل غوثم بعد كده بس هذه شخصية باتمان هي أصغر شخصية أو هي أصغر نسخة لباتمان شفناها في العالم السينمائي وللأمانة وللأمانة روبرت باتنسون أثبت للعالم أنه ما هو مجرد ممثل بسيط أبدا هو سبق وأثبت للعالم في أفلام سابقة أنه مر بطل ويقدر يقدم أدوار متعددة وفي مجالات متعددة تبغى دراما يعطيك دراما تبغى غموض خذ غموض وخذ سوداوي تبغى أكشن يعطيك أكشن ولا تستغرب ولو بكرة شفته في عمل كوميدي وقدم دور ممتاز الممثل جدا موهوب مرة مرة مبسوط أنه يقدم دور شخصية باتمان وأتمنى أشوفه مستقبلا كباتمان على كل حال يا جماعة الجانب السوداوي لشخصية باتمان تم ملؤه بالكامل القصة خدمت هذا الشيء والعالم الجديد اللي قدمته دي سي كمان خدم هذا الشيء والأهم من هذا كله الممثل يا جماعة زي ما قلت لكم قدمت دور على أكمل وجه وبشكل نقدر نقول عنه شبه مثالي باتمان في هذا الفيلم للأمانة يا جماعة أقنعني وأظهرني وأرعبني للأمانة في بعض المشاهد تصميم بدلاته وسياراته وأغراضه بشكل عام أو بالطابع الكلاسيكي جدا جدا رهيبة والممثل نفسه بنيةه الجسدية وملامحه كانت لائقة بشكل أكثر من رائع يعني كنت كذا مصدوم في البداية قبل ما نشوف الفيلم وقبل ما نشوف التريلر كيف روبرت باتنسن بقدم دور باتمان كنا متوقعين أنه ممكن يهبد لا والله الولد قدم دور مرة مجنون الولد ممتاز وكان خيار جدا ممتاز مشاهد القتالية كانت جدا عنيفة وما فيها يما رحميني وهذا شيء مرة حبيت وكان فيه دبج الفيلم فيه دبج 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 حقيقي تعس إنه اللي قاعد ينضرب قاعد ينضرب حقيقي ما فيه الهبد اللي صار فيه بعض المشاهد في دارك نايت دارك نايت ترى فيه مشاهد معينة كنت لو تلاحظ كذا في المشاهد المضاربات شوهم قاعدين يهبدوا بعض كذا هبدي ضحك وما هي نقطة سلبية لكن صعب جدا أنك تسوي مشاهد فيه مئة شخص يضارب ويطلع مرة مثالية حتى التقنيات اللي كان يستخدمها روبرت باتنسون أو ذا باتمان مرة رهيبة زي عدسات العيون زي البدلة تبع القفزة وبدلة الوطواط اللي قفز فيها من فوق مبنى الشرطة للمانة كانت مرة رهيبة سيارته ودراجته نارية الطابع الكلاسيكي اللي معطينه لباتمان ولي بدلة ولي أغراضه مرة مرة رهيبة وحبيتها فيب يا جماعة خلاصة الكلام أحب أن أقول لكم أنه روبرت باتنسون إذا راح يستمر ظهوره كباتمان بيكون شيء مرة ممتاز واختيار الممثل اختيار جدا موفق أهم شيء يركزوا في الكتابة هذا بالنسبة للشخصيات بشكل عام يا جماعة نصة الفيلم للأمانة ما فيها شيء مميز كلنا نعرف باتمان كلنا تابعنا باتمان إلى أن قلنا أمين من يوم إحنا صغار وإحنا نشوفه في التلفزيون كافلام كرتون أنيميشن أي أن كان الفيرس الذي لا يهادن الشر يقبض على الأشرار ويحاول يطهر مدينة غوثم من الأشرار والفاسدين وأتوقع يا جماعة أنه هذا أكبر تحدي يقع أمام دي سي كيف تقدم شخصية باتمان بشكل مختلف العالم شاف نسخ كثيرة من شخصية باتمان العالم شاف قصص كثيرة لشخصية باتمان كيف تقدمها بشكل مختلف؟ هذا هو أكبر تحدي وللأمانة للأمانة صعب جدا أنك تسوي حاجة مختلفة وتخلي باتمان يظهر بشكل مختلف وتخلي الناس تقول لك واو هذا شي جديد لا ما في شي جديد أقصد بالنسبة لفيلم ذا ما في شي جديد ولكن للأمانة في حاجة مرة حبيتها في قصة الفيلم وهي حكاية أن الشر ينتصر في النهاية بنسبة كبيرة وما انتصر بشكل مئة في المئة ولكنه انتصر ويحقق تقريبا 95% من هداف وهذه بحد ذاته يا جماعة ترى حركة مرة جريئة أوكي ما هي أول مرة تحصل في عالم دي سي ولا هي أول مرة تحصل في عالم الأفلام بس ترى برضو تظل حركة جدا جريئة يعني حكاية أنه الشرير يشتغل 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 وفي اللحظة الأخيرة نوقفه لا ما حصلت ما شفناه في هذا الفيلم وهذا أكثر شي خلاني فعلا أنبهر داخل الفيلم وأصفق ياب الشرير قتل ودمر وفجر وأغرق مدينة كاملة واللي بالمناسبة كان مشهد مرة ومرعب ومخيف في النهاية وقفوه بعد ما حاسد الدنيا دي كله لا وقفوه وبعدها بعد ما وقفوه استمر في تنفيذ خطته واو حاجة مرة رهيبة أما بالنسبة يا جماعة للسينما توغرافي واللي هي أكثر حاجة أحبيتها فهذا الفيلم أحب أقول لكم يا لطيف علشان كذا قلت لكم تابع الفيلم في أفضل تجربة سينمائية موجودة في مدينتكم وأفضل شاشة وأكبر شاشة وأفضل تقنيات صوتية أنا تابعت الفيلم ستاندر وهذه لعنتنا الوحيدة في الطائف إنه ما عندنا لا ستاندر فتخيل إنه تابعت ستاندر واستمتعت بالفيلم هم رمصت من ناحية السينما توغرافي فما بالكم لو إني تابعته آي ماكس ولا في أي تجربة غير الستاندر يا نهرزلة يا لطيف حرفيا السينما توغرافي من أعظم الأشياء الفنية واللي اعتنوا فيها بشكل ممتاز شكل جدا ممتاز شوية وأقول عنه مثالي السينما توغرافي واو متعة بصرية وتجربة جدا رهيبة هنيهم عليها سواء في المشاهد القتالية أو مشاهد المطاردات أو الانفجارات وحتى الفيضان اللي صار في النهاية وزاوية الكاميرا من فوق يا ساتر يا الرعب يقلع أم السينما توغرافي كيف تم توظيفها مصبوط حتى الموسيقى التصويرية للأمانة يا جماعة خدمت العمل وسوداوية وسوداوية مدينة قوثم التعيسة بشكل جدا مناسب طيب من الجانب الفني والتقني الفيلم مرة قوي ولكن من ناحية القصة زي ما قلت لكم باتمين أنا استمتعت في الفيلم بشكل عام يعني ما ننكر أنا استمتعت بالفيلم دخلت الفيلم مخرش منه وأنا أوكي مستمتع ولكن للأمانة ثلاث ساعات مرة كثيرة أوكي ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة ما دلو خمسة وخمسين دقيقة مرة كثيرة في أفلام تدخلها وتتفاجئ أنه أوه أمه مرت ثلاث ساعات كيف كذا زي فيلم دون وزي فيلم يعني فيلم كثيرة مرت من أبو ثلاث ساعات دون ما أحس فيها ولكن في فيلم ذا باتمان لا في لحظات للأمانة أعترف لكم أنه كان في لحظات ملل تمر علي وتخليني تطالع في الساعة الفيلم إلى الآن يا جماعة حاصل على تقييمات جدا عالية في موقع IMDB تقريبا 8.8 من 10 إلى تاريخ هذا الفيديو وكل أنا عارفين أنه الرقم مبالغ فيه عنقعد نضحك على بعض حتى فيلم سبايدر مان نوي هوم تقييمات المبدئية كانت مرة مبالغة فيها إيش اللي 9.2 تسوق ومانتو يا عيال كلنا نحب مارفل كلنا نحب ديسي بس شوية منطق يا عيال عموما تقريبا تقييمه إلى الآن 8.8 من 10 وغالبا هذا الرقم راح ينخفض مستقبلا إذا زاد عدد المقيمين الحقيقيين زي اللي حصل مع سبايدر مان زي اللي حصل مع أفلام كثيرة لما يشبحوا له كذا دفعة كذا مشبيحة عشرة 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 وبعدين يبدأ ينتشر الفيلم اللي أرجاء العالم للناس الصادقة والمنطقية ويعطو التقييم اللي يليق فيه فأنا بالنسبة لي للأمانة تقييم الفيلم هو 6.5 من عشرة مع تحية حب واحترام وتقدير لروبرت باتنسن على أداؤه الأسطوري جدا لشخصية باتمان وتحية احترام وتقدير برضو للممثل بول دانو واللي للأمانة أنا مرة أحترم الممثل هذا وحبيت أتوقع أول فيلم خلاني أحب هذا هو كان فيلم فيلم There will be blood يوم قدم دور إنه قسيس كذا من هنا كان احترمت الولد وهنا احترمت زيادة قدم دور شخصية The Redler بشكل مرة رهيب بالرغم من إنه قلت لكم اشتباكاته مع باتمان كانت جدا بسيطة وظهوره في الفيلم كان جدا محصور في لقطات معينة تحية لروبرت باتنسن تحية لبول دانو على أداؤهم الجميل والأسطوري لهذه الشخصيتين في هذا الفيلم المتواضع الرهيب الكويس الفيلم في النهاية يظهر إنه راح يكون فيله تكمله وربما تستمر السلسلة من الأفلام ما حد عارف إلى الآن بشكل رسمي فضلا عن إنه تم تقديم شخصية الجوكر بشكل جديد ومؤدي جديد وهذا يفتح لنا آفاق وتطلعات جديدة ما هو غلط حلونا نشوف جوكر جديد ولكن في نفس الوقت رادي سي ووارنر بروذرز فتحوا على نفسهم باب تحدي صعب جدا إنهم يواقبوا أو يكيبوا بوذيت لأنه إذا بتسوي جوكر جديد لازم تعمل حساب كل جوكر ظهر من قبل وأنا أتكلم عن جوكر دا دارك نايت وجوكر واكين فينيك يعني إذا بتسوي جوكر جديد فكر في ذول الاثنين بتسوي شيء أحسن منه وعلى أقل في مستوهم غير كذا بنشوف جوكر زي جريد ليتو المسكين فيب نتمنى ما نشوف أي هبد بالذات في شخصية مرة محبوبة زي شخصية الجوكر وبس والله يا جماعة هذه كانت مشاركة لتجربتي ومراجعة بسيطة لفيلم ذباتمان المنتظر شاركوني أراكم في التعليقات وتقييماتكم وإيش الأشياء اللي حبيتوها وما حبيتوها في هذا الفيلم بكل صراحة والبساطة أحمد يا جماعة الأمور طيبة مجرد رأي بتقوله خلاص ليش تقعد تفكر في التطبيل وليش تقعد تسلك عادي إذا الفيلم ما عجبك قول عجبك إذا ما عجبك قول ما عجبك واذكر أسبابك ما فيها حاجة تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي راح تظهر لكم هنا في الشاشة وبالمناسبة كل حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي بنفس الاسم مع لكم اللي تكتبوا وجيه أوتو ورح أطلع لكم في كل مكان عدا تكتب إش اسمي في تيك توك أعطيكم العافية جماعة على المشاهدة كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم شكرا لكم